منحت تركيا النظام السوري مهلة لنهاية شباط الجاري للانسحاب من المناطق التي سيطر عليها مؤخرا في منطقة خفض التصعيد بإدلب وأكد المندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة فردون أوغلو عزم بلادها الدخول بمواجهة مباشرة مع كافة الأهداف التي تشكل تهديدا عليها في إدلب مؤكدا أن الأيام الماضية شهدت نسبة نزوح كبيرة بفعل هجمات النظام ما يجعلها أضخم عملية نزوح في تسعة أعوام لن نسحب جنودنا ولن نغير مواقع نقاط مراقبتنا في إدلب قوات النظام ما زالت تنفذ غارات جوية مهجمات برية عنيفة بذريعة محاربة الإرهاب ونحن موجودون هنا بموجب معاهدة سوتي وما يجعل ناقص الخطر يطال المأساة الإنسانية هناك حوالي مليون مدنيين اضطروا للنزوح من ديارهم خلال الشهرين الأخيرين لقد قتل أكثر من 1700 مدنيين منذ آيار 2019 ولا يحق للنظام يقتل شعبه أن يكون عضوا في الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر